السلام عليكم بإعلان رسمي مصر سترفع أسعار الكهرباء والأدوية قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مكبولي الثلاثاء إنه لا سبيل لدى الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين وأضاف مكبولي فلال تصريحات له عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة سوف نتحرك خلال سنة ونصف في الأسعار لسد الفجوة الموجودة وأشار مكبولي إلى أنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء والمحروقات بفروق بسيطة إلى كبيرة حتى تستطيع الدولة الاستمرار في الاستدامة الاقتصادية وقال رئيس مجلس الوزراء إن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة وهناك خطة لتحريك محسوب لبعض الأدوية من الآن حتى آخر العام لضمان عدم وجود أي نقص في الأدوية وقال إن أهم مشكلتين للمواطنين هي الكهرباء وضبط الأسعار وهما أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها لافتا إلى أن الحكومة عملت على توفير السلع وخاصة الغذائية لخفض الأسعار وأكد أن الحكومة لديها رؤية واضحة بشأن الدين الداخلي والخارجي مشيرا إلى أن الدين الخارجي انخفض وهذا مصحوب بالاستثمارات التي دخلت مصر خلال الفترة الماضية وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت عددا من السيناريوهات الأسوأ خاصة في ظل الظروف التي تحدث بالمنطقة وفي خطاب إعلان النوايا الموقع في نوفمبر 2022 قالت مصر إنها سترفع أسعار معظم منتجات الوقود لتقريبها من الأسعار في أسواق الطاقة الدولية ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مارس الماضي وأصدرت قرارا دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم للمرة الأولى منذ عقود وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء دفعت وزارة البترول إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024 وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية أدت إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشريل محطات الكهرباء وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو خمسون جنيها للدولار من مستوى واحد وثلاثون جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام وارتفع الجنيه منذ ذلك الوقت تدريجيا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد اشتركوا في القناة